48 ساعة مهلة جديدة لقاطر لإثنائها عن إيواء الإرهابين والعودة مرة أخرى إلى رشدها الذي فقدته نتيجة لتوميل جماعات وكيانات إرهابية هنا في القاهرة سوف تعلن الدول العربية المقاطعة موقفها من التعامل مستقبلا مع الدوحة عاقب اجتماعا لوزراء خارجات مصر والبحرين والسعودية والأمارات غدا لتكتب قطر مصيرها إما العودة إلى الصف العربي أو انتظار قرارات أكثر ردعا لتلك الإمارة مهلة الرد على المطالب 13 للدول المقاطعة لقطر تم تمديدها ليحسم بعدها مصير علاقات الدوحة بجيرانها ويتبين موقفها من دعم الجماعات والكيانات الإرهابية تمديد المهلة جاء تلبية لطلب من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار الكويت ليسلم رد بلاده على قائمة المطالب الدول الأربع مصر وسعودية والإمارات والبحرين أعلنت استجابتها لطلب أمير الكويت بتمديد المهلة جاء ذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية على أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة إليها السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في جدة مع نظيره الألماني زيغمار جابريال أكدت أن الدول المقاطعة ليس هدفها المساس بسيادة قطر ولكن إثناءها عن إواء الإرهابيين المهلة تم تمديدها 48 ساعة لطلب من الأشقاء في الكويت لأنه استقبلوا رد الأشقاء في قطر اليوم وعساس إي سلموه لنا ولد الدول الأربعة القاهرة ستكون قبلة لكل المتابعين للأزمة القطرية الأربعاء في انتظار ما يتمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع والذي سيبحث الخطوة التالية في التعامل مع الدوحة إذن هي 48 ساعة وقت إضافي للإمارة وكأن عشرة أيام مضت لم تكفيها للتفكير ماليا للعودة إلى جادة الصواب ووقف ما توفره من غطاء مدي وسياسي وإعلامي للإرهاب الذي سندته على مدر أعوام وهو الموقف المخزي الذي بات يدركه الجميع ومن الكويت نضم لنا هاتفين دكتور فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيدي أهلا بك أولا هنا منذ قليل عرضنا من أبو ظبي لقاء لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد مع نظره الألماني وكانت هناك عدة أحاديد حوله إلى أي اتجاه تصل الأزمة فيما بين الدول العربية وفيما بين إمارة قطر هنا قال الشيخ عبدالله بن زايد أننا في انتظار الرد القطري من خلال الكويت ترى كيف سيكون الرد القطري على المقاطعة العربية لها بجائة هي يعني أنا استمعت إلى تقريركم قبل قليل عن حكاية الإعلام القطري في مقاطعة حوله إنها حصار وليس مقاطعة الإمارة قطرة تتطرف فيها نعتبرها نحن إسرائيل الخليج يتصرفون بنفس العقلية الإسرائيلية جائمة إسرائيلية يعني هم يريدون السيد هنا تحويل أو التهرب من أساس الأزمة وتحويلها تجاه تفاصيل أخرى يريدون فقط اللي هي الدخول في مسألة مشكنة والمراهنة على بساطة تفكير شعبي القليل ومستوى التعليم ومستوى الفهم السياسي وهذه كلها تجاعدين يلجوا إليها وكل ما يحتاجون هو الوقت هذا التنديد الذي يتوسلون إليه حتى بلغ التوسل في التنديد للساعات الهدف منه هو محاولة يعني أشغل جبهات الداخلية في دولة الاستعاون ومتيازة على الاستعاون الذين معاهم لأننا نحن نحن نتعرف مسكين نتعرف الحصار من أشقاء الكبار والآخرين الآن يعني لا مجال مطالبا وسبق أنها يوافقت على الشعوباتها عام 2014 يعني استغطرت سنوات ولم تنفذ منها بندة واحدة فكيفر بحوالي قمانا 40 ساعة ومتزاعد أنها تستمر على أنها تنفذ 20 عامة فكيفر بحوالي قمانا 40 بالتالي دول الخليج الآن لن ولم تكرر غلطة أن المؤمن يلتخ من إمارة قطر الإمارة هدفها في النهاية كان من كل هذه المؤامرات هو أن تشكل الحكومات الخليجية بما فيها حكومة قصر أن يتم تشكيلها في موافقة قطر يعني يلازم نوافق حمد بن كاسم بن جدر والأمير الولي الفقيس ثاني حمد الخليفة الأرض على أي حكومة في القاهرة أو أبو بذي أو الكويت وبالتالي من هنا هو يدعم شيخ كويتي في الكويت حتى يصلح قرار تعيين حكوماتها في قطر ويدعم الأخوان في الإمارات ويدعم الأخوان في مصر هذا كل الهدف مننا هو إنشاء هذه الاختراطورية المصر هل ترى يعني سيدي أن الكويت سوف تنضم إلى الدول العربية المقاطعة لإمارة قاطل في حال رفض الأخيرة للمطالب المقدمة إليها الشيء المؤكد أنه أول بلد تعرضت للتعامر والتحريك الشارع ومع شمية بالربيع الكويتي كان في الكويت في عام 2012 و2013 وكادت الكويت أن تسقط في بحر من الملجيش مهات الفوضى بعد تعمل ملايين الجرارات التي صبت على الأخوان المسلمين في الكويت الكويت تضرقت كثيراً والآن هي يعني بلغت أقصى درجات الحلم في عملية نوافقتها على الوساطة لكن إلى متى تستمر هذه الوساطة طبعاً قرار ديها دمار السطر التي لن أستطيع وأنا أتوقع شخصياً وأتمنى ذلك أنه بعد 20 يوماً أخرى بعد أن مرت 20 يوماً أصدار ديان فريقي أن تدرك الكويت أنها في أمامها معظلة كبيرة جداً وأمام غروح طاوز كبير ولعلها تنضم وأنا أكاد وأرى أن الكويت ستنضم ستكون دولة وخامسة في المحل شخصات الأرض إذن يعني دعيني أشكرك من الكويت الدكتور فؤاد الهاشم الكاتب والمحلي الأسياسي كنت معي عبر الهاتف حول هذا الموضوع المهم واستمرار المقاطعة لإمارة قطر